السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أليه وصعبه أجمعين في فيديو النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان الدمج للصف الرابع لابتدائي من كتاب بيت باي بيت امتحان نمبر 18 نمبر 1 read and choose the correct answer to complete the text اقرأ واختر الإجابة لتكملة النص We have a big house نحن رادان منزل كبير أو نمتلك منزل كبير نير زاسي بالقرب من البحر We have a big balcony لدينا بلقونة كبيرة We put flowers in it نضع وردي فيها Our house منزلنا Is between the post office مكتب البريد and the hospital والمستشفى I walk to my school أنا بمشي إلى مدرسة كل يوم تنسوا أي لريد أنت ماتشي اوز بي نمبر 1 I help my mom أنا بساعد أمي وارغنائزة كتشن في تنظيم المطبخ نمبر 2 I eat vegetables and fruits نبيل بيأكل خضروات وفواكه نمبر 3 Everyone in the class كل واحد في الفصل knows different things بيعرف أشياء مختلفة نمبر 4 The bus driver سأكل أتوبيس takes us to school يعني بيأخذني إلى المدرسة بعد كده read the tickets and answer the questions درستي بجوار المستشفى there is a park بجوار المستشفى يوجد حديقة I often play football in the park أنا غالباً بلعب كرة القدم في الحديقة with my friends مع أصدقائي my school is next to the hospital I often play football in the park I go to school أنا بذهب إلى مدرسة on foot على الأقدام I play football with my friends بلعب كرة القدم مع أصدقائي بعد كده choose the correct answer from form choose the correct form of the following sentences اختر الجملة الصحيحة هنا بردت بالجملة ترتيب الجملة هيبقى letter C what do farmers grow ده سؤال بمعنى ماذا يزرع المزارعون أو الفلحون number two هنرتب الجملة التانية زي live in big house هم يعيشوا في منصر كبير بعد كده بجيب الجملة بنرتبها نرتب أحداثها يعني choose the correct order of the following هنا بقى بقول لي هنا يعني بردت بالأحداث أول حاجة عملني إيه وبعد كده إيه وبعد كده إيه لو قررنا الجملة عليها أول حاجة yesterday I went to the beach بالأمس أنا ذهبت للشاطئ طيب لما ذهبت للشاطئ عملت إيه I swam in the sea سبحت في البحر طيب بعد كده أكيد بنرجع البيت after the sea I went to the back home رجعت البيت طيب لما بنرجع البيت خلص خلصنا الورانة then ثم I went to the bed بذهب لي الفراش للنوم يعني يبقى كده two one four three letter B تبقى number one letter A number two letter D number three letter C number four بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو أسابكم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته